في وسط مخيم البيلي للاجئين السوريين بولاية كيليس أقصى جنوب التركي وعند الحدود مع سوريا وجدنا هذه الورشة الفنية التي يشبهها العاملون فيها بالواحة وسط الصحراء الطفل محمد بيضون أبرز من لفت انتباهنا دون أقرانه من الفنانين الذين يعملون بهدوء وصمت لصغر سنه الذي لم يمنعه من الإبداع أنا كنت أرسم بسوريا كان عمري عشر سنين بدأت أرسم اكتشفت موهبتي الفنية وعن طريقة أنه كنت أشوفه قدامي أرسمه أنقله على الورق كان يعني ينجح معي نجاح كبير كنا بسوريا جينا من سنتين من سنتين صار يعني ضغط كبير ضرب ودمار وقصف يعني غير معقول أم لجأنا أول شيء على الحدود على المعبر طموحي إن شاء الله أنه أصير رسام عالم كبير وأنه أرفع راس كل واحد سوري في هذا المرسم الصغير كمكان والكبير من حيث الطموح والأفق داخل كل لوحة وجدنا مونة الحج وهي أم لسبعة أطفال وتعمل مدرسة في المخيم روت لنا أن صعوبات الحياة التي واجهتها بسبب الحرب وهنا في حياة اللجوء لم تمنعها من الإبداع فتمضي كل يوم هنا ساعات طويلة مع لوحاتها أنا معلمي يعني كنت في سوريا معلمي وجيت له نتيجة الأصف الكسيف كان على بلدنا ودمار البيوت لحوالينا يعني هربنا وجينا لهوني لجأنا لتركيا وأنا كتير مبسوطة ومرتاحة هوني خاصة بهذا المشغل المرسم يعني يعني الوحي بعبر عن الشيء اللي عبي عيني عن واقعه عن الشيء اللي من عينينا نحن نفسيتنا كلها من فرغة التعب اللي بنفسيتنا من فرغة من خلال اللوحات اللي من رسمها هي لوحات يقول رساموها إنها تكرس السلام وسط غبار الحرب وتكمن المفارقة في أن صورة نمطية للاجئ هي أنه باحث عن أساسيات الحياة بينما نجد هنا الاهتمام بالفن على غير العادة رغم الحرب الحرب لا تعيق الطاقات إنما تفعلها فهي صورة الحرب صورة الصورة هي عملية انفجار للطاقة اللوحة مشهد بصري يختلف عن وسائلها لأن وسائلها لأن تقدم الجريمي كما هي أنا أعيد صياغة إنتاج المأشد المأساوي في لوحتي بطريقة يعني فيها شيء من الإبداع ويأمل هؤلاء الفنانون أن يجدوا أفقا أوسع داخل وطنهم سوريا بعد أن تنتهي الحرب ليتمكنوا من تجسيد الأمل بالسلام وبالمستقبل الأفضل على مصبحات الحرة من مخيم البيل للاجئين السوريين على الحدود التركية السورية ترجمة نانسي قنقر